التحدي بقى القدرة على التحدي ان انت تعمل تبتدي تاني تسترجع طلعة زكريا وتبتدي تبقى عايز تشتغل وقامي تشتغل ايه بقى كان يعني في عز ده في عز الازمات والالام اللي انا كنت فيها دي كان عندي يقين ان ربنا سبحانه وتعالى حيرجعني تاني مش عارف ليه يعني ما كانش حد ابدا يشوفني يقول ان انا ممكن ارجع مش ارجع مثل ارجع عيش ما حدش كان متخيل بس انا كان فيه يقين جواي ان انا عبقى كويس منين جاي اليقين ده لان انا مؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى اللي بيعمل كده في حد ده مش بلاء مش بلاء العية مش بلاء دي دي قرصة ودن فعاد افكر وانا على السرير في المستشفى قرصة ودن ده بشمعن انا ويجيلي الفيروس ده اللي بيجي الواحد في المليون ايه الفيروس اللي كان عندي اسمه جوليان بري ده بيجي الواحد في المليون في كل مليون بني ادم واحد اختارنا انا من وسط مليون فعادت افكر لقيت نفسي كنت رايح في حد ده واحشة بعد ما عملت فيلم معاها وطفاحة اسمه كده انهالت علي العروض وبقت الفلوس ترمى قدامي يجوا منتجين يسيبوا فلوس ويمشوا فابتدى الغرور شوية احساس الغرور يركبني شوية ابتدت افكر في حاجات مش حلوة ماينفعش حد يفكر فيها وقدت ماشي فيها كنت خلاص ماشي فيها عايش حياتي البيت لحظوا الحكاة لحظتوا يا امي ان هو ابتدى لا 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 خالص لا لا هم معاهم حاجة تانية انما برا في حياتي انا الخاصة ماشي بكل شيء ممكن تسميه خاطر في الحياة فلوس معايا كتير جدا معايا حاجات الناس بتشعور علي حاحة اهو حاحة اهو منتهى السعادة فعمالة خبط في الدنيا فجاءت الارسلين لا اسحبا لان هو ده ربنا اللي عمل فيك كده اللي خلاك تبقى حاحة وخلاك ناس تجيبلك فلوس وتمشي وتسيب فلوس وتمشي ده ربنا اللي عمل فيك كده وبعد كده تبقى اهو انت ناوي بقى انت ناوي بقى بالكرم اللي بتقولك ربنا ده تباوز الدنيا لا خد بس دي بس جميل اللي يغلط ويعترف بغلطه طبعا ويقوي ايمانه بربنا وعلاقته بربنا ويتوب او يرجع طبعا يرجع عشان يبتدي من قوله جديد انا عمري في حياتي أثناء المرض في الثلاث سنين دول في مريضتي لقيه دهين في المساعدة بيقول ليه يا رب كده ليه يا رب شمعنا انا والنبي يا رب ليه انا شمعنا انا في ناس كتير قوي بتقول كده انا عمري بقولت ليه يا رب شمعنا لان انا عارف ان ده منه هو بس كان عندي يقين ان انا كنت بتقول ايه ده ما كنتش بقول حاجة كنت ساكت كنت اقرأ قرآن فبعد احيان يمحطين تلفزيون قدامي في قرآن او في دروس دينية ما خلاص واحد بيودع ويمسلم عمري لله تماما يجو بالليل اصابات من الدكاترة تخش تاخد من ظهري حقنة للنخيع يعملوا اصابة عشان ما حسش بقلم الحقنة بالليل ايه اطنش اطنش ما خافش ده بعد مسحيت بعد مسحيت اثناء بقى فترة المرض فانا عايز اقول بقى المناسبة ومناسبة حلقتك الجميلة دي وبرنامجك الجميلة اللي كل مصر بتفرج عليه والنبي يا جماعة اللي بيعي ما ييقس ما ييقس خلي عندك امل ان ربنا عايش فيك ده هو ربنا ده هو اللي خلقنا ده احنا ولاده وربنا ما بيعملش حاجة وحش ابدا عمر ربنا ما بيعمل حاجة وحش ولا بيأذي بني ادم احنا اللي بنأذي نفسنا مزبوط مزبوط والله احنا اللي بنأذي نفسنا ايه ربنا ده جميل وحنين حتى في دننا ما بيرهبناش فيه ناس هي اللي بترهبنا ايه انما دننا ما فيهوش ارهاب دننا جميل فاللي يعيق اه يسمع كلام الدكاترة ويجتهد وميقس ويحط أمله في ربنا ويقول يا رب وكلمة يا رب بس دي بتتهزلها الدنيا كلها واكيد دعوة الانسان المريض ده بتبقى اقرب من دعوة الانسان العالي لانه مبتلى